اهلا بكم المغرب في عهد جلالة الملك محمد السادس تحقيق لبرامج تنموية مستدامة عرف المغرب منذ اعتلاء صاحب الجلالة العرش العلوي المجيد سلسلة مترابطة من الاوراش التنموية المستدامة شملت مختلف المجالات والقطاعات بالدولة كما شكلت هندسة اجتماعية تضامنية شاملة الرؤى تتوخى في جوهرها جعل المواطن ضمن الاولوي الكبرى في مسلسل الاصلاح الشامل والهدف الاساسي للنهوض بالعنصر البشري ببلادنا حيث اعتمدت احدث النظم والاساليب التدبيرية وذلك من خلال وضع اهداف واضحة تتسم بالانسجام والفعالية الناجعة الملائمة مع القدرة على التأثير وتحديد دقيق للمؤشرات كل ذلك وفق اليات الحكمة المجالية المبادرة التنموية التي قادها جلالته للنهوض بالعنصر البشري مكنت بشكل فعال من وضع هندسة متفردة وشاملة الجوانب للبرامج الاجتماعية بالمملكة ساهم في تحقيق رافع مالية نهزت نسبتها 53% مع اشادة المنظمة الدولية بدورها كتجربة رائدة في مجال التنمية البشرية بالوطن العربي والقاري بلادنا اليوم تعيش محطة تاريخية من محطات النضال وتوحيد الصفوف في هذه الأزمة العالمية بقيادة مالك وضع نفسه في أولى الصفوف تحصينا لصحة المواطن ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة